السلام عليكم انتشر الفترة الأخيرة خبر انفصال لاعب كرة القدم بكي عن صديقته بعد 11 عاما من الارتباط أنجب خلالها عددا من الأطفال ثم خانها وانفصل بكل بساطة الغريب أن البعض في وطن العربي مستغربين أنه خانها والأولى أن يستغربوا كيف أمضوا مع بعض 11 سنة بدون زواج وهذا الأولى بالاستغرار فمنطقيا يبدو أن الخيال لمرة واحدة أرحم من 11 سنة زنة وعلاقة بدون زواج صحيح ولكن مع الأسف المفاهيم تغيرت وأصبح التمييز بين الخطأ والخطأ المركب صعب هذه الأيام هي أخلاق الغرب لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الموضوع من زاوية مختلفة أذكر مرة كنت في نقاش مع أحد الأصدقاء حول الزواج وتكاليفه فقال لي أنا لو عاد بيئة الزمان لا أتزوج لأنني إلى الآن بعد ثلاث سنوات من الزواج ما زلت أسدد بديون زواجي ثم فتح قلبه في الحديث معي وقال جملة أستغربها إلى الآن قال ميك في أن تعرف أن ثمن تأجير فستان العروس لوحده في يوم الزفاف هو ثلاثة آلاف دولار ولكن تتخيل باقي المصاريف ثم بدأ يعدد للمصاريف الأخرى المبالغ فيها وأنا في حال الذهول كنت أعتقد من سذاجتي أن أكثر ما يدفع في الزواج هو ثمن الذهب الذي يشترى للعروس ساذج فالزواج الإسلامي بتكاليفه المعقولة لم يعد موجودا أصبح الزواج الآن كله بدع فرضتها العادات والتقاليد هذه الثغرة في نظام الزواج جعلت الكثير من المفسدين في الأرض يدعون الناس إلى الاقتداء في الغرب في مسألة الزواج الزواج هناك أساسا غير مكلف لديهم يعني يكفي أن تشتري خاتم وتجنس على رقمتك في مكان عام وتقول هل تقبلين الزواج بي؟ وانتهى الأمر وبالفعل هذه الفكرة أعجبت الكثير من الشاب الضاعي الذي لا يمتلك المال وبدأوا يواعدون الفتيات من دون علم أهلهم وظهرت هنا ظاهرة حب بدون زواج يعني يكلم الشاب فتاة من دون علم أهلها ويجعلها تحبه ويشبع بذلك جفافه العاطفي بهذه الطريقة من دون تكاليف ومهر ومصاريف إلى آخره وهو بذلك يقتدي بأخلاق الغرب التي منها أنا لكل شخص حبيبها وقال لي فرينت لا تربطهم شيء سوى كلمة أحبك وإذا سألته الغبية ماذا ستتزوجني يكون رده الصوت بقطة يبدأ أن الإنترنت ضعيف أكلمك لاحقا ولاحقا تذهب لحجز كثيرة تنتهي بأنهما غير مناسبين لبعضهما ويجب أن ينفصل وبعد ذلك يبدأ بدوره بالبحث عن غيرهم للغبيات ليملى جفافه العاطفي أتذكر علاقة الحب التي كانت بين زميلين في كلية الطب كانت في نظر الكثيرين علاقة حب وردية متلائلئة استمرت هذه العلاقة لمدة أربعة سنوات لدرجة أن الطلاب إذا سألوا عن إحداهما وجدوا الآخر بجانبه يأكلان معا يدرسان معا وحين اقترب معد التخرج سمعت خبر انفصالهما فقلت مستغربا كيف يكون ذلك؟ هل اكتشفا بعد هذا الارتباط وهذه العلاقة التي رأاها القاصي والداني أنهما غير مناسبين لبعضهما بعد أربعة سنوات وباختصار يا عزيزي كان في علاقة حب بدون زواج وحين أصبح في الموضوع زواج أنا أقولت إخوانا المزريين خلعا نقطة ضب الصريعة قبل أن أكمل أيها الحبة لكل شاب في حال كنت لا تملك المال لا تذهب وتبحث عن علاقة حب بدون زواج وتقتدي بأخلاق الغرب فحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام يعلمك يقول يا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم فليتزوج يعني من ملك المال منكم فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني من لم يملك المال منكم فليصم هذا يحميه من المحرمات لا يوجد شيء اسمه حب بدون زواج المهم لم يهتم الشباب لهذا الحديث كثيرا وفضلوا الاقتداء بالغرب وأخلاقه وإشباع رغباتهم واستمروا بالعبث بقلوب الفتيات واستمرت الفتيات الغبيات بتصديقهم حتى وقفوا مرة وقالوا لا نريد فقط حب من دون زواج لا نريد فقط أن نشبع الجانب العاطفي نريد أن نشبع الجانب الجنسي وبدون زواج فقال لهم الغرب بسيطة اقتدوا بنا يوجد لدينا مفهوم اسمه المساكنة يعني يعيش رجل وامرأة كزوج وزوجة في بيت واحد وبدون اي اتفاق خطي أو عقد زواج بل وينجبون الاطفال ويتشاركون مع بعضهم في مصاريف الحياة والحياة جميلة وأقرب مثال ما تراه من علاقات المشاهير في الغرب كما حدث مع اللاعب بكي وعشيقته 11 سنة من المساكنة وهكذا تشبعون الجانب العاطفي والجنسي وبدون زواج فالحب يعيش بدون زواج وما الزواج إلا وسيع لقتله يرددون مثل تلك الجمل وبالفعل الشباب الضائع المنهزم فكريا ودينيا أعجب بشدة بهذه الفكرة وبدأت تطبق بالفعل في مجتمعاتنا العربية المسلمة وتمضي الأيام بهم كلها زينة بالمعنى الحرفي وأبناؤهم أبناء حرام وإذا ما اختلف في يوم ما لا يوجد حقوق لأحدهما ولا لأطفالهما هو سيخلع أيضا بكل سهولة كما خلع لاعب كرة القدم بكه وإذا كنت تقول الآن يا محمد الشباب ما لجأت إلى هذا الانحدار الأخلاقي إلا بسبب غلاء المهور الأولى أن تتكلم عن غلاء المهور لا أن تتكلم عن نتائجها مقطع يا صديقي لأن الغرب لم يضبق فكرة حب بدون زواج أو فكرة المساكنة لساب غلاء المهور أو الزواج لديهم بل بالعكس الزواج لديهم مقارنة بنا منخفض جدا إضافة إلى أن الانحنال الأخلاقي واحد بغض النظر عن مسبباته والحلال صعب في كل مكان وزمان والحرام سهل في كل مكان وزمان لأننا لو قسنا بمقياسك نجد أن الغرب لا يتزوجون بسبب سهولة الحرام لديهم واختناعهم به وبسبب غلاء الطلاق لا الزواج هم عندما يتطلقون تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج كما حدث مع مؤسس أمازون أخذت زوجته 38 مليار دولار أعتقد عندما تطلقاه أيضا المثل الأمريكي جونيديب أخذت 7 مليار دولار عندما تطلقاه يعني حتى الاقتداء فيهم بمسألة الطلاق ليست مناسبة لنا كمسلمين ليس من الحق أن يدفع الزوج نصف أملاك لزوجته عند الطلاق وليس من الحق أن يدفع الزوج مبالغ طائلة عند الزواج وليس من الحق أن تعيش المرأة مع رجل وتنجب له الأطفال وليس لها حقوق لا هي ولا لأطفالها وليس من الحق أن يخرج أطفالهما إلى الدنيا وهما أبناء حرام الإسلام بريء جدا من كل هذا الإنحلال الأخلاقي لذلك في الغرب تلوحى كمية الصدمة والإنبهار على وجه الفتاة عندما يتقدم لها شاب للزواج وينزل على ركبته لو نظرت لهذا الأمر من زاوية مختلفة تلاحظ أن انبهارها بسبب أن الصواب لديهم أصبح قليلا أن يأتي رجل ويتزوجها ويحفظ لها حقوقها صحيح أيها الأحبة أحببت من خلال هذه الحلقة أن نعرف أصل هذه المصطلحات ومن أين جاءت وأن نميز بين الخطأ والخطأ المركب هكذا نملك فكر ومنطق سليم لأننا مقبليل على ظواهر حلال أخلاق كثيرة جدا وهذا استشفاف من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمانا القابض على دينه كالقابض على الجمر لذلك نحن بأمس الحاجة أن نكون بمنطق وفكر سليم يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب بالمناسبة أحبة في الله بما أننا نتكلم عن الأخلاق سجلت كتاب على ستوري تيل مخصص لكل فتاة تسمعني الآن مقبلة على ارتداء الحجاب بسبب قدوم سن التكليف أو لديها ترددات حول الحجاب بسبب الفتن التي تعصف بنا يمنة ويسرى كما تشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي كاتبة هذا الكتاب تخاطب داخلك بأسلوب بسيط وتضع يدها على كل الضغوطات النفسية التي تفكرين بها حول ارتداء الحجاب كتاب أنصح بشدة بالاستماع إليه وأنصحك أنت أيضا بشدة أن تجعل أختك الصغيرة المقبلة على ارتداء الحجاب أن تستمع إليه كتاب مدة الاستماع إليه قليلة مقارنة بباقي الكتب ولكنه قيم وذو منفعة عادية بإذن الله ولحظت بعض الأخوة كتبوا في التعليقات أنهم لم يتمكن من الاشتراك في التطبيق وسبب أنه محدود شهريا يعني الاشتراك شهري وبالفعل توصلت مع التطبيق وطلبت منهم يعني عرض لمتابعين قناتنا وبالفعل حصلت لكم على عرض اشتراك شهر لمدة ثلاث شهور يعني تدفع شهر وتحصل على ثلاث شهور وهكذا يمكنك الاستماع لهذا الكتاب وغيره من الكتب التي سجلناها وتستمتع بها وغيرها الكثير من الكتب المفيدة التي ستجدها بالتطبيق إن شاء الله في النهاية شاركنا بهايك في فكرة التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى الاعجاب به ودمتم في عمل الله